من جدة عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا دكتور خالد باطر في الأكاديمي والباحث السياسي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور خالد ما أهمية ما تخرج به هذه القمة الخليجية الأمريكية خاصة أنها تتناول ملفات مهمة ومع لاعب إقليمي مهم المملكة العربية السعودية الحقيقة أن القضايا المعلقة في منطقة الشرق الأوسط لم تكن يوما من الأيام بهذا التعدد وهذا الاتساع وهذا العمق وهذه الخطورة ولذلك فأمرا كهذا يستحق حجم التعاون الذي يحدث اليوم في الرياض بين عدد كبير وضخم من الدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية القضايا شائكة واستمرت سنوات طويلة النيران لم تنطفئ منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي أو الشتاء العربي أو الخريف العربي في 2010 إلى يومنا هذا لا في اليمن ولا في ليبيا ولا في سوريا بل حتى في مصر لا تزال هناك إشكاليات مع الإرهاب نحن أيضا نواجه الإرهاب فالمنطقة كلها تغلي وكان لا بد من اهتمام بهذا الحجم الكبير وبهذا القدر وأعتقد أن الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة بأن المسكنات لا تكفي هناك سرطان خبيث ينتشر في هذه المنطقة وينطنق منها إلى غيرها من المناطق العالم أصبح كالوباء ولذلك على العالم كله أن يتعاون وبلا شك أن الولايات المتحدة تمثل العالم الحر تمثل أوروبا تمثل شرق آسيا تمثل الدول المعنية بهذا الأمر وبالتالي فهو تحالف عالمي كبير لم يسبق له مثيل لمواجهة ومحاربة الإرهاب ورعاة الإرهاب في المنطقة كيف يمكن تطبيق ما سيحدث في الفترة القليلة المقبلة خاصة انطلاقا مما ذكرته دكتور خالد بأن المسكنات يعني إذا صح التعبير التي كانت تعطى بهذا الإطار اليوم لا شك من أن هذه القمة ستغير هذا الوضع ستغوص من جديد في الجذور وستتبع استراتيجيات مختلفة أقوى كيف أولا عندنا التحالف العربي لتحرير اليمن وهو اليوم يستفيد من دعم كبير وغير مسبوق من الولايات المتحدة وأعتقد أن هذا الذراع الإيراني سوف يقطع تماما وقريبا بإذن الله القضية السورية أصبح هناك تقارب بين الموقف الأمريكي والموقف الخليجي من بشار الأسد ومن النظام السوري ومن ضرورة خروج القوات الأجنبية كلها من الأراضي السورية أيضا التضامن العربي أصبح واضحا بانضمام مصر إلى هذا الخط بقينا في مشكلة إيران إيران هي وراء كل هذه المشاكل وأنا في رأيي أن هي رأس الأفعى أو الأخطبوط الذي تمتد أذرعه إلى المنطقة وإلى خارجها كيف سيتغير تعامل وماليزيا فلابد من قطع هذه الأذرع واليوم سمعنا بوضوح الرئيس الأمريكي يتكلم عن حزب الله كحزب إرهابي فإذن نحن وصلنا إلى ما كنا نطمح للوصيل إليه وهو تحديد الداء وتحديد الدواء الآن حزب الله سيقاطع ماليا وتجفف منابع التمويل له وسيحارب في كل مكان كان له استثمارات في أفريقيا في أمريكا الجنوبية في أوروبا وأكثرها مخدرات وغسيل أموال وغيرها الآن كلها سوف توضع تحت المجهر وستمنع كل وسائل التواصل المالية بينه وبين الممولين وهذا في النهاية سيصله إلى الانقطاع أيضا لاحظنا أن الجيش الأمريكي بدأ يتحرك لقطع الطريق الخط الذي كان ممتدا لتمويل الإرهابيين في سوريا سأحاول مرة أخرى دكتور خالد سأحاول مرة أخرى إلى العراق إلى سوريا فيما يتعلق بتفاصيل كيف سيتغير هذا الدعم بعد هذه القمة يعني طبعا نتحدث عن سعودية بأن تقود إذا ما ركزنا على إيران بداية تحالفا عسكريا عربيا لضرب المشروع الإيراني في اليمن كيف سيتم التركيز أكثر على هذا الموضوع ضد المشروع الإيراني اللي طبعا لمسنا منذ أمس تصريحات تدعو روحاني بعد انتخابه من جديد لمكافعة الإرهاب وإلغاء كل بؤر الإرهاب في إيران أنا لا أعتقد أن بإمكان إيران أن تفعل ذلك لأن النظام العقائدي القائم في الإيران يقوم أساسا على مبدأ تصدير الثورة وكما قال الملك سلمان حفظ الله اليوم وضع النقاط على الحروف نحن لم نشهد كل هذه الكوارث في علمنا العربي إلا بعد أن جاءت الثورة الخمينية غير المباركة وبثت الفتن الطائفية والمذهبية وتبنت أقليات معينة وشجعتها على تحدي حكوماتها وأن تعطيها الولاء لطهران بدلا أن تكون لتلك الحكومات وزرعت كل ما يجري اليوم ولما نجنيه من كوارث هذا النظام قائم على هذا هذا هو الدستور الإيراني يقوم على تصدير الثورة ليس هناك دستور لدولة في العالم كله ينص على تصدير الثورة ثم أنه يحدد الثورة الإسلامية ثم يحدد الإسلام بمذهب معين إذن هو يلغي كل المذاهب الأخرى فضلا عن الأديان الأخرى نحن أمام كارثة حقيقية تتشكل في النظام نفسه لا يمكن التعامل مع مثل هذا النظام هذا سرطان لا بد من إزالته أو تغييره أنا أشكرك جزيلا أنا أشكرك جزيلا من جدة دكتور خالد بطر في الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لك على هذه المشاركة